لخدمة وتعزيز التفاهم والتواصل مع الغربيين والحجوب التي صممتها أخذة بعين الاعتبار صيحات الموضة الحديثة تصب في هذا الاتجاه الثياب التقليدي قد تؤدي إلى عزلك أو قد تعطي انطباعا بأنك لا تريد التواصل مع الآخر ولا بد لنا كمسلمين أن نمد يد التواصل وأن نتعايش مع الآخر لأن هناك الكثير من سوء الفهم والسلبية حول الإسلام هنا تجم مسلمة بريطانية من أب يابني وأم إنجليزية وهي أيضا تسير على خطى صارة منذ أن اعتلقت الإسلام قبل خمسة أعوام وهي تبحث عن نسج خط لمسار حياتها الجديدة والحجوب التي صممتها مؤخرا آخذة في الاعتبار مقاييس الأناقة والموضة تعتقد أنها جزء من هذه الرحلة تندمج فيها ثقافات ومؤثرات عدة بالنسبة لي هذه التصميمات تعبير عن ذاتي وبمجرد أن يرى أي شخص النساء وراء قناع الحجاب فستزول كل المغالطات والموضة لغة يتجاوب معها الغربي جيدا لكن بعض المسلمين يعتبرون مؤامة الحجاب مع صيحات الأناقة والموضة طرفا وخروجا عن المألوف وربما حتى المشروع أعتقد أن الحجاب هو حجاب للمرأة المسلمة يحافظ على تواضعها ورمز لهويتها الدينية وامتثال لأوامر الله عز وجل لكن المصممات المسلمات للحجوب التي تتوائم مع الموضة يعتقد أن ما يصممنه ينسجم مع تحديات الحياة في الغرب فتشكيلة سارة مثلا وضعت في الحسبان القانون الفرنسي الذي يحضر النقاب وصممت معطفا قد يلتف على ذلك الحضر إذا كان بعض المسلمين يعتبر مؤامة الحجاب مع الموضة ضربا من ضروب التأقلم وربما حتى التواصل مع مجتمع غربي متخوف أو ربما حتى مشكك ومعادل للقيم الإسلامية إلا أن مسلمين آخرين يعتبرون الحجاب لباسا شرعيا لا يجوز التلاعبه باسم الموضة نحن البدري